اشتركوا في القناة من الزل ومن الجوع ومن الفقر ومن البهدلة اللي شايفانها بقى لهم 30 سنة اربع من المصريين واللعف نفسهم قالوا يمكن يحصل ذا اللي حصل في تونس يمكن نبقى بلد حرة بلد فيها عدل بلد فيها كرامة بلد الانسان فيها انسان بجد مش عايش كحيوان النهاردة واحد منهم مات واعلنوا موتوا لقيت كل الناس وقفة تقول لا حوله لا قوة إلا بالله ده ما تكافر ده ما تعايز شهرة يا جماعة حرام عليكم انا نزلت وكتبت ان انا بنت وهنزل مدان التحرير وهارف لوحدي وهارف عيبطة يمكن الناس تحس وكتبت رقم يمكن الناس تنزل محدش نزل إلا ثلاث شباب محدش نزل إلا ثلاث شباب وثلاث عربيات أمنة مركزة وكان الباقي جاي في السكة وعشرات من البرطجية وزباط وكانوا جايين بمنتغر رعب فضلوا اتكلموا معانا بعدونا عن الناس يمكن بقى أسوى شوية بس قول لما انفردوا بينا قادلوا لنا حرام عليكم كفاية احنا منكم احنا من الشعب الناس اللي ما تدقوا اللي عندهم حالة نفسية حالة نفسية حرام بقى كفاية اللي بيحصل ده كفاية كل الجايد وكل حاجة تبع الحكومة اي حد بيموت من البهدلة والقرف اللي احنا عايشين فيه يتقال ان هو مات كده علشان عنده اختلال ولا مشكلة نفسية مشكلة نفسية يروح عند مجلس الشعب انا بس بصور لكو فيديو عشان اقول لك رسيالة واحدة عايزين ننزل يوم خمسة وعشرين لو لسه عندنا قرامة ولسه عايزين نعيش كإنسان وكباني قدمين في البلد دي لازم ننزل يوم خمسة وعشرين هننزل نطالب بحقنا بحقنا كباني قدمين مش اقول لكو حقنا كسياسيين ولا عايزين ولا مهل الشعب ولا غيس ولا اي زبت من الكلم ده كله عايزين حقنا مش عايزين اي حاجة سانية الحكومة دي كلها بقت بايزة غيز فاسد والدنيا بايزة وامن دورة بارز الناس دي خافوا من ما خافوش من الموت وخافوا من امن الدورة خافوا من الفساد تخيلوا انتو بغض انتو كده هتموتوا نفسوك ولا انتو مش دبانين انا هنزل يوم خمسة وعشرين من دلوقتي لحد خمسة وعشرين هنزل اوزع بيانة على كل واحد في الشارع ومش هولع في نفسي لو الحكومة عايزة تولع فيها تيجي تولع وكل واحد في البلد دي شايف نفسه راجل يبقى ينزل وكل واحد في البلد دي بيقول البنات اللي بتنزل مظاهرة بتتبهدل وما يصحش انها تنزل وحرام يخلي عنده نفوة ورجولة وينزل يوم خمسة وعشرين كل واحد بيقول العدد هيبقى نزل قليل وما بيش حاجة هتحصل عايزة اقوله انت السبب في اللي احنا فيه ايو انت السبب وانت مدان زيك زي الريلس زي اي فاسد زي اي ظابط بيرضغنا وبيبهدلنا انت السبب نزولك معانا هيفرق ومش بيفرق حاجة بسيطة لا بيفرق كتير كلامك مع جرانك ومع صحابك ومع زميلك ومع اهلك وانك تشجعهم ان هم ينزلوا حتى لو تنزلوا في منطقة مش هم دادة تحليل ولا قدام اللي زغلي ولا في اي حتة بس تنزلوا تسجلوا موقف وتقولوا احنا بني قدمين ده بيفرق قعدك في بيتك بتتفرج او بتشوف على الفيسبوك وبتطبع على الاخبار ده بيبهدلنا احنا بيبهدلنا انا لو انت عندك كرامة وانت انسان وراجل في البلد دي يبقى تنزل تنزل تحميني وتحمي اي بنت تنزل لو فضلت قاعد في البيت تبقى تستحق كل اللي بيجرى لك ومش انت لوحدك انت هتبقى مدان انت هتبقى مسئول وانت اللي عليك زنب كبير قوي زنب البلد دي وزنب كل واحد عايش فيها انت هتبقى شايل مسئولية كل واحد نزل الشرع عشان يطالب بحقه وانت قاعد في بيتك انزل البيت ابعت مسجك وصحابك اكتب عنت في كل حتة وعي انت عارف الدايرة بتاعتك عمرتك لوحدها وصحابك وقاعدك بس قولهم انزل معي نزلهم خمسة ولا عشرة لو كل واحد فينا نزل خمسة وعشرة ونزل بهم لمدان التحرير او مدان اللي زغني او في اي حتة عشوية حتى ويتكلم الناس ويقولهم بقى كفاية بدل من نولع في نفسنا تعالوا نتكلم ونسجل موقف ده هيفرق وهيفرق كثير قوي ابعد قول مفيش امل طول ما انت بتقول مفيش امل هيبقى مفيش امل طول ما انت بتنزل وبتسجل موقف هيبقى في امل ابعد ختم الخكمة ختم ربنا ربنا بيقول ان الله لا يغير ما بنفسنا حتى بقاومن حتى يغير ما بأنفسهم ليه مرعنوش علشان انت تبقى كويس وقاعد في حالك وماشي من بالحيط الحيط هتققى عليك وهتققى علينا كلنا انزل وطلب بحقك وبحق اهلك وبحقنا كلنا انا هنزل يوم خمسة وعشرين وهقول لي الفساد لا والنظام لا الساعة دلوقتي عشرة ونصر يوم 24 ينايل 2011 بكرة يوم خمسة وعشرين ينايل اللي بقالنا كتير قوي نتخنينه اللي كلنا تعبنا فيه بجد واحلى حياته حصلت الفترة اللي فاتت ان ريشيل اللي شغلين علي اليوم دوت سياسيين لا دا كل الناس كل مصر بجد تعب مصريين كتير قوي من اول سنة 14 سنة 14 سنة يا ناس ابتدوا يتبعوا البيان وابتدوا ينزلوا ويوزعوا بعد الصلاة ووزعوا في كل حدة لحد فوق الستين والسبعين كمان ناس كتير قوي قابلتها ووزعت البيان في كل حدة في التاكسي وفي المتر وفي الشارع وفي المدارس وفي الجامعات وفي الشركات والحكومات كل حدة مصر كلها مستنية بكرة اكيد كل واحد فينا قاعد النهاردة قاعد متوتر وخايف ويمكن ان لا الان مصر كلنا نفسنا اليوم بكرة يعدي الجل وينجح وتبقى انا بس اللي انا عايز اقوله ان بكرة مش هو دا الصورة ومش هو دا يوم اللي هنغير فيه كل حاج لأ بكرة بداية النهاية بكرة فعلا لو نجحنا وفضلنا صنزين مهما الامن عمل فينا وفضلنا ايد واحدة بكرة بجد كلنا جناف معادنا وفضلنا بنطلب بحقنا بيوم سلمي تماما هتبقى اول خطوة حقيقية في طريق التغي اول خطوة هتوصلنا لحياة كتيرة جدا وهنتعلم منها بحياة كتيرة اصلا الفتر اللي فاتت دي بينا ايد واحدة الحالة دي لوحدها دا نجاح لنا كلنا كلنا لما نبقى فاهمين ان احنا لجم ننزل وانطلب بحقنا دا نجاح بكرة ان شاء الله ساعة اثنين الدهد في مدين مصطفى محمود في جامعة الدورة العربية كلنا هنتقابل مع بعض في ناس هتروح لأول مدينة المطرية وبدوران شبرة بعدين يجوى على هناك كلنا هنتقابل مع بعض ايد واحدة يوم سلمي اللي هيخرب ما يبقاش من احنا اللي هنمنعه احنا اللي هنحمي بعض هنحمي بعض يا جماعة ايد واحدة كلنا بكرة هنبقى جايين عمين حسبنا ان احنا نقاض اليوم كله او يومين او تلاتة ايام لازم بكرة نفضر مركزين قوي على المطالب بتاعتنا مركزين قوي ان الصمود بتاعنا طول ما احنا قاعدين واقفين مهما الامن حاوي يشتتتنا او يبعدنا احنا قاعدين في المكان دا مش هننشي الا ما المطالب بتاعتنا تتحقق تمام يا شباب كل واحد فينا خلي باله من نفسه والنهاضة كلنا نصفى نصلي مسلمين ومسيحيين هنصلي النهاضة ونضع ربنا ربنا الوحيد اللي قادر ينصرنا وهو اللي هيحمينا طبعا بعد كده بعد ربنا كلنا قدنا في ايد بعض هنحمي بعض انتو عارفين الفترة اللي فاتت دي جات لكمية التليفونات وجات لكل الاركام اللي موجودة من كل الناس برا مصر وجوه مصر حالة جميلة قوي كلنا خايفين على بعض انا كل ما حد بيكلني بيعميني علي اني اخته او بنته او اختها او بنتها او امه او امها بجد انا حسرت ان انا بجد او بنت مصر جد حسرت ان انا بنتكو حسرت ان انتو خايفين علي او امي ما حسرت بالاحساس ده وده اجمل احساس انا شوفته باللوني مستنيه يشوفكم بكه هكون موجودة في المدانة ساعة اثنين بالظبط محدش يتأخر كلنا هنرفع كل واحد فينا جاي بعالم مصر معي العالم ده هو الغطى بتاعنا هو ده اللي احنا نزدين معاه وهنقول البلد دي بلدنا وحقنا حقنا يا شباب ان احنا نطالب بحقنا في البلد دي كبني ادمين وكمصيين بكه يا شباب هستنىكو بكه امانا بكه حلمنا اول خطوة في طريق حلمنا هستنىكو بكه الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام هو ده الهتاف اللي كلنا كنا في احدنا عين باح يوم 25 يناير 2011 الاف كتير جدا معرفش يمكن يكونوا وصلوا المليون معرفش معرفش عدهم من كدسة ما انا مش شايفاهم مسيرات من كل حتة الامن معرفش يسيطر علينا من عددنا اللي احنا عرفناه مباح ان القوة للشعب مش للبرتجة القوة للاتحاد مش للتفريق احنا بجد عشنا امباح احلى لحظات في حياتنا عرفنا قدقين الشعب الفقل المصي دوت مش فوضوي زي ما الحكومة بتحاول ان هي تقول ان احنا شعب فوضوي لو حصلت صورة تحصل فوضى امباح اللي كان موجود شوف قدق ايه احنا كنا ايد واحدة بجد كلنا خايفين على بعض امباح ما كانش فيه بنت اتعكست من كل الالاف دي كلها مفيش حد سرق حاجة فيش حد مد ايده على حد ما كانش فيه اخناقة ما بين اتنين امباح كل ده كل الناس كنت بتحني بعض كلهم قلبهم على قلب بعض كان واحد يروح يجيب ازايز مية ويوزحها واحد يجيب سندويتشات ويوزحها حد بيجيب منازيل ويوزحها كلنا كنا بنقول بجد تحي مصر من قلبنا حتى الارض مطرح ما كان فيه ولاة وكان فيه زبالة في الارض كان فيه بنات كابدر ايخد منازيل والكياس وتقود ام الزبالة من على الارض بنفسها بنات وولاد هو ده الشعب المصري الشعب المصري اللي احنا كنا كلنا بنحلم بيه من زمان انا دلوقتي اقدر يقول ان انا فخور ان انا مصرية ونفسي بجد ابوز كل راس مصري ابوزها من قلبي وقول له شكرا لانك مصري وشكرا لاني مصرية امباح عمر ولا كنت هتخيل ان انا شوف الحالة دي بس احنا لازم نكمل امباح الامن فضل لحد الساعة خمسة الصبح بيحاول يفرق الناس ويعتقلهم ويضربهم امباح شوفنا بجد الرعب فيهم رصاص حي ورصاص مطاطي وقنابل مسيلة للدموع ومية ورشاشات مية قوية جدا علشان تفرق الناس بس ما تفرقناش احنا لسه ملتحدين ولسه هننزل النهاردة يوم 26 يناير في مظهرات في اكتر من مكانه في اكتر من محافظة وفي محافظات فعلا قدروا ان هم لحد دلوقتي يخلوا الوضع مستقر وهم اللي مسيطرين على الوضع الشعب اللي مسيطر مش الامن احنا لسه مش فهنا طويل بس خلاص قرر بين دي اش طويل او يعني كلها كم يوم كم يوم احنا متحدين كم يوم واحنا عايفين ان الاتحاد قوة كم يوم واحنا عايفين ان القوة للشعب وقوتنا في اتحادنا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة كل الناس هتنزل اعملوا الدعوة كل واحد فينا من دلوقتي يخبط على جانه باب باب ويقول له لازم تنزل اوعى ما تنزلش خلاص الفرصة جت لنا وخلاص انتفطت الشعب قامت خلاص احنا ما عودناش نقبل ان احنا نبقى كلاب ولا عودنا ان احنا نقبل ان احنا نبقى شحتين حقنا وهيرجع طلوسنا اللي بتتهب كل يوم هترجع مصر خيرها كتير قوي والخير دوت هيرجع سبعنا اشعاد كتير قوي عن كلاب النظام بس مش عارفين زجاد اشعاد بس مش هو ده اللي يهمنا اللي يهمنا بجد ان احنا نفضل في الشرع من نمشيش نبقى ليلة اتنين تلاتة مش مهم المهم ان احنا كل يوم عن التاني بنضعفهم اكتر كل واحد فينا من النهاردة يلكف اي مواصلات فيها ويقول للناس يوم بجمعة بعد الصلاة كلنا هنتحد وكلنا هنمشي مع بعض في مسيرات وهنتجمع في المياذين مشازم حد يجتدي علم مصر بس هو اللي معنا وهو اللي بيجمعنا بعد الصلاة من الكنايس ومن الجوامع كلنا هنخرج في مسيرات وهنا قد ننازع الناسة انها تنزل معنا لازم كل واحد فينا ينزل العدد اللي نزل يوم 25 كان كبير جدا بس برضو مش كفاية لازم يكون فيه اكتر كل واحد من دلوقتي يفرز كده الموبايل بتاعه رقم موبايل رقم موبايل يتصل او يبعد ميسجات الفيسبوك والتويتر بيحاولوا يقفلوه هنعمل ايه؟ مالهاش حالة تانية غير ان احنا ننزل في الشارع كل واحد الشباب الشباب ينزلوا عالقهاوي خلوا الشباب اللي عاد عالقهاوي متعرفش اي حاجة عن اي التنجام بيحصل في البد كلموهم وخليهم ينزلوا فهموهم ان دي بلدنا فهموهم ان عادتهم عالقهاوة دي بسبب البطالة ومش عايفين يتجوزوا معهمش فلوس قلهم انزل وهتحقك حقي وحقك وحقنا كلنا خلاص خلاص يا جماعة حلمنا اتحقق بس فضل شوية فضل شوية تصبر لو حد احبط وانا هم اقوى من انا هم مش اقوى هم بلطاجة انا دلوقتي وانا راجع من ميدان التحرير كان فيه شوية ناس حوالي بتوع الفة او الفين واحد بيحاولوا يعملوا مظاهرة ومشينوا الناس كلها عملة بتيجي معاهم امن المركز يواقف على جنب هو اللي منظم المرور واللي بيضرب فيهم شوية بلطاجة بتوع طبع الشرط مسكين شوم وعصيان وحاجات كتيرة يعملين بيتضابوا بفترة هي ليه الشرطة البرطاجة بتاعت الشرطة بتاعت العدلي وحبيب العدلي لازم يتشال وحكومة نظيف لازم تتشال وحكومة مبارك اللي بقالها 30 سنة لازم تتشال وهيجي واحد جديد بانتخاباتنا زيها باختيار الشعب عشان السيادة للشعب والقوة للشعب وبجد ولازم كلنا من جوانا وبأعلى صوت عندنا نقول تحيا مصر تحيا مصر اللي احنا امبارح كنا كلنا بنعملها كلنا بنقولها كان التحياة بجد حلمنا بيتحقق ما اسفة بس امبارح بجد في مدان التحرير أو في كل محافظة اللي نزل قادر يشوف ايه حصل اتحاد المصريين كله بجد كانت اجمل حاجة كلنا كنا عائلة واحدة كلنا كنا خايفين على بعض كلنا هننزل وهنوزع بيانات يوم الجمعة بعد الصلاة مش هنسيب الارض دي مش هنسيبها لللي سرقنها الارض دي والبلد دي هترجع لها تاني هترجع للشعب والشعب يريد اسقاط النظام ارجوكم يامججمع هننزل الشعب يريد اسقاط النظام شكرا شكرا شكرا